بس بالغالبية، الغالبية الطاقة هون وهون طاقة نارية وطاقة مائية وطاقة هوائية، ممكن يكون أي برج تاني عم شوف الشخص، الشخص هاد واحد من الأسباب اللي عم مش عم تسمح له إنه يتقدم بالعلاقة أو بالتواصل بينكم إنه يمركز كثير على الهدف النهائي أو يمركز كثير على الصورة الأكبر لأنه ورق التحرك، فممكن هو عم يتحرك بسرعة وعم شوف أيضا طاقته نارية فممكن حركته سريعة، ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه شخص متهور أو شخص مندفع باتخاذ قراراته، أيضا شخص حاد ممكن يعني يعني عم تحس إنه هو يحتاج بعض من التعاطف بشكل عام، تعاطف بالمشاعر، تعاطف بالعلاقة مع بعض، هو كثير أو هالشخص كثير بيركز على تحقيق أهدافه وطموحاته، يعني بيتقدم ليتقدم، وبطريقه ممكن يجرح أشخاص، إنت بتحس هيك. أيضا هالشخص دفول كارد ممكن يكون أنت أنضج منه عقليا أو فكيا لأنه دفول كارد شخص بيتبع يعني اللي بيحس فيه من جوا ما بيكون فيه عنده خطة واضحة مرسومة يمشي عليها أيضا هالشخص من النوع اللي هو إذا اشتغل ما فيه عنده الصبر، فيه عنده طاقة لكن فيه عنده صعوبة بتوجيه الطاقة لأنه كل ما بيجي يعني بيحاول يحط مجهور بإشي معين أيضا إذا ما عاد عليه النتيجة اللي هو بده إياها بسرعة، هالشخص بيمل و بيركز على إشياء صعب إنه تجذب تركيز هالشخص أو تثبته في مطرح واحد طاقته كتير فلكسبل، كتير هوائية كتير نارية يعني بيتحرك كتير، بتحسوا بجميع المطارح شوي هون شوي هون شوي هون ما فيه عنده خط واضح يمشي عليك أيضا عم شوفوا مش كتير متحمس لفكرة الحب، ممكن يكون هالشخص إجاب عروض حب وهو عم يفكر بإشياء بالماضي، أو ممكن طبيعة العلاقة بينكم هالشخص مركز كتير على علاقاته اللي فشلت بالماضي، ومش عم يركز على اللي بيمر فيه حالياً، يعني ممكن هو مش سامح لحاله إنه يفكر بطبيعة العلاقة بينكم، لأنه مركز كتير على الأمور اللي صارت بالماضي، فدائماً كل ما بيفوت بعلاقة جديدة بالمستخدر، يقود تفكيره إلى الماضي يعني أوتوماتيكلي تلقائياً، بينغلق عاطفياً بأي علاقة جديدة عم شوفه لكن، عم شوفك أنضج منه فكرياً، ممكن يكون في بينكم فرق بالسن أيضاً، ممكن يكون هالشخص أصغر منك بكذا سنة أيضاً طيب، شو ممكن واحدة من الأسباب اللي قدت إلى الخلل بينكم، أو كيف ممكن تفهم شو هي المشكلة بينكم اللي حتى تعرف تصلحها، أغلبكم هافية، أغلبكم ما في عندكم إيمان، وما في عندكم الثقة الكافية بالتواصل بينكم، بالطرف الآخر، بالشريك الآخر، لحتى تسمحوا إنه العلاقة تطور إلى الأمان عم شوف الأغلب منكم، في عنده صعوبة إنه يثق بالعلاقة مئة بالمئة، أو يعطيها اهتمامه مئة بالمئة أيضاً، عم شوف إنه في شخص بينكم هو متحكم أكتر بالأمور، أو في شخص يحب السلطة أكتر من الشخص الآخر، شخص يحب هو اللي يكون متحكم للأمور، واحدة من الأسباب اللي أدت إلى الخلل بينكم، إنه في الطرف عم يحس إنه مظلومة، عم يحس إنه ما في توازن بالأخذ والعطاء، عم يحس إنه هو اللي عم يعطي أكتر من الشخص الآخر، طبيعة العلاقة بينكم نارية كتير، يعني أنتو في بينكم تجاذب كتير عالي، ولكن في شخص بيحب فرض السيطرة بالعلاقة، أو بيحب هو اللي يكون متحكم، كنترول فيك الشخص اللي عم تتعامل معه، أو في شخص طرف بينكم هو كنترول فيك، أو بيحب التحكم كتير، طب نشوف خطوتك بالمستقبل، فينكس رايزنج عم تشوف فينكس رايزنج هاي الكرت بس توصل إلى نقطة الصفر، يعني بس توصل إلى الحضيد، هاي هي المرحلة اللي يعني ما عد فيه عندك، ما عد فيه يعني تنزل لتحت أكتر، أو تخرب عليك الأمور أكتر من هيك، اللي هي بتطلع أنت، بتنطلق أو أمورك تتحسن من بعد مرور فترة عصيبة أو عصيرة كتير، يعني هاي ممكن الورقة تكون ما بتعادل بالتاروت، ما بتعادل الويلة فورتشن، أو عجلة الحظ، عجلة المستقبل، فهاي هي اللي الشفت اللي رح تصير، أو الانتقال النقلة اللي رح تصير، فعم شوف بالمستقبل خطواتك القادمة رح يصير فيها عندك نقلة، بالذات من ناحية المشاعر، لأنه الكرتين هون عندي، ثو اف كوبس، ونايت اف كوبس، وبعدين عندك تفول، يعني عم شوفك أكتر بالمستقبل رح تاخد الأمور بعفوية أكتر، مش رح تكون كتير جدي بالأمور، بالذات بما يخص العاطفة، يعني رح تحاول إنك تكون فليكسبل أو مرن أكتر، عم شوف أيضا فيه اشتياق رح يصير، بالمستقبل رح تشتاق إلى شخص معين، أو رح تشتاق إلى طبيعة التواصل بينك وبينها الشخص، عندك بالكروت المستقبل كتير أوراق قبس، فرح تكون الأمور عندك من الناحية العاطفية رح تتغير كتير، أيضا عندك two of pentacles، فرح أنت بالمستقبل رح تنحط بموقف إنه لازم توازن بين شغلتين معينات، بين شيئين معينين، وممكن لازم توفق بين طبيعة هالعلاقة، يعني بين الشغل وبين العلاقة، فيه إشي رح تضطر إنك تحاول توازن وتوفق بينه، نشوف خطوات الحبيب في المستقبل، فهالشخص عم شوف إذا هو كان كتير كتوم، بالذات بناحية ما إنه يعبر عن مشاعه تجاهها، تجاهها العلاقة، أو يكون صريح بإنه يحكي فعلا شو هو اللي يحس فيه، عم شوفه أكتر رح يركز على هالإشي، أيضا عنده The Empress Card، هالشخصة أو هالإمرأة، إمرأة حنونة جدا، يعني في عندها تعاطف كبير، فعم شوف إنه هو بفترة الإنفصال للمنفصلين منكم، متله كأنه رح يراجع أموره، لأنه أيضا عنده The Hingman، The Hingman الطاقة بتكون معلقة، والطاقة بتكون واقفة، ولكن بيصير مثل الدراسة للموضوع، أو بيصير مثل تحليل للموضوع، بفهم للفكرة، فهالشخص رح يحاول إنه بالمستقبل يفهم طبيعة العلاقة أكتر بينكم، طبيعة الطاقة بينكم أكتر، وأيضا همشوفه، يعني رح يعمل Self Reflect، أو رح يشوف هو وين أخطأ بالعلاقة، شو كان ديره بأنه صعب العلاقة أو صعب التواصل بينكم، أمشوفه أكتر رح يكون في عنده Sympathy أو تعاطف مع الموضوع، أيضا من الناحية المادية، في عنده بدايات جديدة، أو من ناحية العلاقة بينكم في بداية جديدة، هالشخص عمشوف إنه هو يفكر بالمستقبل يحط مجهود أعلى، أيضا King of Cups، King of Cups هيدا أكتر شخص ناضج، أو مشاعره العاطفية بتكون ناضجة، لأنه King يعني أعلى مركز أو أعلى مستوى، فعمشوفه من الناحية العاطفية، تقريبا من بعض منكم رح يصير فيه التزام جدي، بهالثلاث الكوت رح يصير فيه ارتباط جدي، لأنه في عندك 10 of Cups، يعني فيه إشي مثل تكوين أسرة، مثل هالشخص عم يحلم بأسرة معاك، عم يحلم بتكوين مستقبل معاك، وأيضا عندك King of Cups، يعني هالشخص مشاعره العاطفية رح تنضج أكتر، في عندك هون الكروت السابقة، الكروت صغيرة، يعني The Full Card هو أول كرت في بداية رحلة التاروت، فطاقته الحالية عم شوفه، الحالية هي طاقة عفوية أكتر، طاقة فولية أكتر، ولكن بالمستقبل عم شوف إنه هو شخص يعني رح يوصل إلى مرحلة من المنضوج، المنضوج العاطفي، أيضا هالكرت بيبين إنه في عنده بداية معاك جديدة، وفيها نوع من الاستثمار، بشان هيك أنا بحكي لك إنه ممكن يكون ارتباط جدي، لأنه عندك As of Pentacles، يعني فيه طاقة أرضية فيها إشي من الاستثمار مجهود بها العلاقة، مجهود جدي بها العلاقة، يعني هالشخص فكرته معك في المستقبل رح تكون تفكير إلى المدى البعيد، مش فقط إلى المدى القريب أو شو اللي عم بيصير حاليا، لأنه هالشخص هون، أنا فول كارد، ما عنده أي حساب إلى المستقبل، بيعيش كل يوم بيومه، ولكن هون الطاقة في المستقبل عند هالشخص، عمشوف إنه هو ناضج أكتر، عم يفكر إلى المستقبل، بالنسبة لمستقبل العلاقة بينكم، أو الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل، بدك تنتبه أنت وهالشخص من إنه ما تماطلوا في حل بعض الأمور، أو ما تأجلوا بعض الأمور، إذا فيه إشي عم أنت عم تحس فيه، صارح هالشخص، الأفضل إنه يصير فيه، ومصارحة بينك وبين هالشخص، أيضا البعض منكم اللي عم يتأخر، أو عم يحاول يتجنب بعض الأمور بحل هالعلاقة، فيه عندك دويل أو فورتين، يعني فيه تدخل رح يصير قدري بإنه يغير الأمور، ويغير المسائل بينكم، فيه عندك أيضا تن موفوانز، اكتمال كارما من نوعا ما، اكتمال دائرة، فرح تفوت أنت وهالشخص، بمرحلة جديدة، أو المرحلة القديمة اللي بينكم رح تسكروا عليها، فيه بينكم مرحلة جديدة رح تصير، فيه عندك ايس أوف كوبس، وفيه عندك إيس أوف وانس، فيه عندك بالتأكيد بداية جديدة، أقريبا ثلاث الوراق، بداية جديدة، أيضا عندك إيس أوف كوبس، وانس تواصل سريع هون. في بينكم رح يصير تواصل سريع للمنفصلين. او اني مش عميحكم مع بعض. في بداية رح تكون من الناحية العاطفية في بينكم. رح يكون ايضا او شغف كتير بالعلاقة. لانه عم شوف اغلبكم بمرحلة انفصال مع هالشخص. ما كنت عم تحكي معه. فالتايم اوت او الوقت المستقطع اللي اخدته هو اللي سمح لانك وسبح لانه انه يفكر بالموضوع ويدرس الموضوع صح. عم شوف انه بالمستقبل هالشخص يعني عم نتوصل الى استنتاج انه هو بتو بالفعل انتو تعقدكم بمستقبل بتكم. بالفعل انو تكونوا مع بعض. في عندك بداية جديدة وفي عندك ايضا تواصل سريع. في عندك ايضا تغيرات مفاجأة رح تصير. دويلة في عندك دورة جديدة رح تصير بحياتك. تغيرات مفاجأة او تغيرات سريعة. فما تحاول انو تبطئ الامور. اذا انت بمرحلة عم تحس او اذا هالشخص قدم للك عرض عاطفي وانت عم تحاول انو يعني تاخد وقتك في حل الامور او عم تحاول انو تماطل في الامور مع انك بتعرف شو اللي انتو بتريده. انا بنسحك يعني تتخذ قرار اسرع من هيك. فقط اذا انت بتعرف شو اللي بتريده. لانو عم نشوف كرة النصيحة هون بيحكي لك لا لا تتأخر في حل الامور. لا تختار لا تتأخر في المسارحة او بيحيل الله لكل شخص بيكون الوضع مختلف فهمت علي فانت بتفهم شو هو الموضوع اللي انت عم تماطل فيه حاليا وحاول انك ما تتأخر حاول انك تاخد خطوة لانو في عندك بداياته جديدة وفي عندك تواصل سريع. ليجوز انت اللي عم تعرقل هالتواصل. يجوز هالشخص بده البداية الجديدة وانت اللي متردد او عم تتأخر في اخذ القرار. اوكي حبابي بورش الاعقراب. بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب ان شاء الله